صيحة انك تعور ما تموتش تشارت سطحي ما تغزش انما دول دول الزرازين تخيل انك بتقابل فريق بيلعب فيه احسن لاعب في العالم وجنبه موجود احسن مهاجم في العالم موضوع صعب مش كده عايزك بقى تحط عليهم اكتر جناح مهاري في العالم دس لسي الفيلم رعب مش ماتش كورة ميسي وسواريز ونيمار الام اس ان بجلالة قدرهم هاترك من المتعة والمهارة والصناعة والتسجيل والمروغة وزي ما تحب تقول قول التلاتة دول كانوا بيدخلوا اي ماتش ضد اي فريق تحت شعار واحد لما تشوفنا اقرى صورة الفلق عشان احنا الشر ما خلق في تاريخ الكورة شوفنا دويتوهات كتير اتنين لعيبة منسجمين ونجحين مع بعض بشكل كبير وبدرجة اقل شوفنا السلاسي ترايوا لعيبة جمدين متفاهمين وبيكملوا بعض وده بقى اللي اتقال عليه هاترك من الحرفانة والمتعة والبداية في سلسلة هاترك هتكون مع سلاسي برشلونة الاسطوري ويلا بينا نبدأ بس استانا ما تنساش زي كل مرة تدينا اللايك المحترم وتسيب لنا رأيك في الكومنتات عن الفيديوهات اللي حابب نتكلم عنها ولو انت لسه ما اشتركتش عيب عليك والله يلا اشترك حالا وفعل زر الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا كل يوم توكلنا على الله الاول طبعا ميسي النجم الاول والتاريخي لمدينة كتالونيا بدون اي منازع واللي اول ما عرفناه كان عن طريق برشلونة والفريق المميز اللي كان موجود وعلى رأسهم رونالدينيو وبالرغم من ان ميسي لعب في سلاسيات جامدة مع برشلونة زي شاركته مع رونالدينيو واتو اول ما طلع وبعدها على طول مع هنري واتو وكمان فيو وبيدرو لكن مع سوارز ونيمار كانت الحدوتة احلى بكتير بص هو المسلس ده نقضيها سلاسي اللعبها بقى ثلاثات لحد الصبح اما اللعب التاني فهو نيمار اللي وصل برشلونة في 2013 بعد صفقة كان العالم كله بيتخانق عليها وحتى قبل ما يوصل برشلونة كان حديث العالم كله بسبب مهاراته الغريبة والاستثنائية لدرجة انه تصنف من احسن لعبة العالم وهو لسه بيلعب جوه البرازيل ومسك الختام مع اخر الوصلين لبرشلونة وهو لويس سوارز القطعة النقصة في فريق برشلونة نضم بعد الاداء الاكتر من ممتاز مع ليفربول الانجليزي واللي اكمل السلاسي المرعب في 2014 عشان تبدأ اجمل حكاية للهاتريك مع برشلونة والسؤال هنا كان ازاي ثلاث لعيبة مهاريين بيلعبوا بشكل فردي هيقدروا ينسجموا مع بعض واغلب الاراء كانت بتقول انهم مش هيتفهموا سوا والشراكة دي هتفشل اكيد زي اللي حصل قبل كده في اي فرق باس ده على فكرة كان كلام جوردي كرويف ابن يوهان كرويف اسطولة برشلونة ومنتخب هولندا وده يعلمنا حاجة ان ممكن الابن ما يبقاش شبه هبوف في اي حاجة من بعد وصول سوريز لبرشلونة بدأ العد للتلاتة دول محتاج شوال عشان تعبي فيه اللي جوال من موسم 2014-2015 لحد نهاية سوق الانتقالات ورحيل نمارة عن برشلونة السلاسي ده شارك في 450 ماتشر سوا بتشيرت برشلونة والنتيجة كانت مزهلة 364 جول خلال الفترة دي بنسبة تهديف وصلت 81% وخد بالك ده التسجيل بس الصناعة بقى وصلت ل 173 أسست يعني شاركه سوا في 537 هدف لبرشلونة بمساهمة هديفية وصلت لأكتر من هدف كل ماتش وده رقم مرعب جدا وتعالى بقى نبدأ نشوف كل موسم لوحده كان عامل ازاي ونبدأ بالبداية بموسم 2014-2015 فأول موسم للهاترك الجام الدم مع بعض ميس سجل 58 هدف ونمار سجل 39 هدف وده كان أعلى رقم له في برشلونة في موسم واحد أما بقى سوارز اللي كان لسه يدوب جديد وبيلين وبدأ الموسم متأخر سجل 25 هدف يعني السلاسي ده سجل مع بعضه 122 هدف وده عدد جوال 90% من فرق أوروبا ما بتقدرش توصل له أساسا المهم الموسم ده خلص بأنهم كسبوا السلاسي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا ومعهم كاس مالك إسبانيا وده طبعا اللي خلاهم يكملوا سلسلة البطولات دي بالفوز بكاس العالم الأندية والسوبر الأوروبي أما الموسم الثاني وهو موسم 2015-2016 قدروا يسجلوا 131 هدف والموسم ده كان خاص جدا للوزيتو تحديدا مش بس عشان كان هدف الفريق لا ده كمان قدر يكسب هدف الدوري الإسباني برصيد 40 هدف عشان يكون اللعب الوحيد والفريد من نوعه اللي قدر يكسب الجيزة دي في وجود ميسي ورونالدو في الدوري الإسباني واخد عندك دي لو طلعنا ميسي ورونالدو من الحسابات على جنب سواريز هيكون أكتر لعب سجل أهداف في موسم واحد في الدوري الإسباني من 100 سنة تقريبا سواريز على فكرة في الموسم ده سجل 59 هدف منهم 40 في الدوري الإسباني إزاي ما قلنا وينمار سجل 31 هدف أما ليون الميسي سجل 41 هدف خلال الموسم كله عشان نوصل لآخر موسم للسلاسي مع بعض وهو موسم 2016-2017 واللي شاهد رحيل لويس إنريكي عن تدريب الفريق ووصول الظاهرة التدريبية الخالدة فالفيردي وساعتها يرجع ميسي عشان يبقى هدف الفريق برصيد 54 هدف منهم 37 هدف في الدوري اللي كسب بيهم لقب الهدف وورا سواريز ب36 هدف في كل البطولات وينمار سجل 20 هدف عشان توصل مجموع أهدافهم في الموسم ده لمية وعشرة جول عشان الشراكة النجحة دي خلال 3 سنين يكون الهدف بتاعها هو ليونيل ميسي ب153 جول ومن بعده لويس سواريز ب121 هدف ثم يأتي نمار برصيد 90 هدف دوري أبطال أوروبا زي ما أنت أكيد عارف برشلونة كسب الدوري أبطال أوروبا 2015 بسبب السلاس المرعب ده جير إنه وراهم كان موجود إنيستا وتشافي وراكيتشو بوسكيتشو ألفز وبكيه الثلاثة دول بقى في دور الأبطال سوا سجلوا 62 هدف في الفترة دي وصنعوا 27 غيرهم وخلال البطولة اللي كسبوها في 2015 إيدن ميسي ونيمار يسجلوا في البطولة 10 أهداف والأهداف دي من غير ولا ضرب الجزاء واحدة وخد لي بالك أما بقى لويس سواريز سجل 7 أهداف وطبعا ما ينفعش أجيب سيرة برشلونة 2015 وما نفتكرش ماتش باير مونيخ واللي حاصل فيه اللي مانول نوير ساعتها طلع رزع تصريح تاريخي وقال لك أنا هوايري ميسي مين هو الملك ومن ساعتها يعيني وبواتنج عمالي يتعالج في ظهر ويقول آه يا أنا يا ظهري وكل ما يشوف نوير يقول له منك لله يا ملعون ولك المرتداد في الفاني يمشي ماسي يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا أما نيمار سجل في البايرن رايح جاي وكمان سجل الهدف الثالث في النهاية ضد يوفانتس ولويسي سوارس زي إخواته ما سابش البطولة دي تعدي من غير لقطة كده يفرح بها قلب الجمهور واللي جات على آفا دافيد لويز مدافع باريس سان جيرمان وقتها في ماتش الزهب في فرنسا يا ساتر يا رب ده ما كانش كبر يا سوارس يا حبيبي لا ده نفأ نهاية حقبة المتعة مع الام اس ان ومع شهر أغسطس 2017 يتضرب أول مفك في السلسية التاريخية دي عن طريق نيمار اللي بيسيب بارشلونة ويروح بباريس سان جيرمان بعد دفع الشرط الجزائي عشان يكون أغلى صفقة في تاريخ الكرة وقتها وبكده ما يفضلش غير الديوته بين ميسي واليوسي سوارس واللي فضل عايش عليه جمهور بارشلونة شويتين حلوين لكن الحلو ما يكملش وسوارس بيكبر في السن ويمشي في 2020 ويسيب ميسي بطوله في بارشلونة وبعد سنة من رحيل سوارس جه الدور على ميسي إنه يسيب بارشلونة هو كمان ودي بقى الحاجة اللي عمر ما حد يتخيل إنها كانت ممكن تحصل يمشي ميسي من بارشلونة في 2021 ويروح لباريس سان جيرمان عشان يتقطع آخر حاجة كانت بتربط بارشلونة بالم اس ان وبكده ينتهي أول هاتريك معنا النهاردة استنونا في فيديوهات جاية عشان نتكلم فيها عن أفضل الشراكات السلسية في تاريخ الكرة